الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن أحكام صلاة المسافر الإنسان بطبعه لا بد أن يسافر هذه سنة الله في خلقه ما من أحد مننا إلا وسيسافر يذهب إلى الحج يذهب إلى العمراء نسأل الله أن يوفق جميع أبناء المسلمين إلى الذهاب إلى البلاد إلى البقاع المقدسة ممكن يسافر لأجل التجارة سفر مباه فينبغي أن يتعلم أحكام السفر لأن السفر تتعلق به أحكام لما كان السفر قطعة من العذاب ربي سبحانه وتعالى خفف عننا الله عز وجل العلم أن المسافر يتعب وتلحقه المشقة فخفف عليه في عدة أمور الأمر الأول أذكرها إجمالاً في قضية قصر الصلاة فالمسافر يشرع له أن يقصر صلاته يعني المسافر الصلاة الرباعية الظهر العصر العشاء تولي في حقه ثنائية المسافر يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين ويصلي العشاء ركعتين ربي خفف عنها الصلاة الرباعية إلى ركعتين كذلك المسافر يجب عليه ثلاث أوقات لا يجب عليه خمس أوقات يجب عليه ثلاثة أوقات يصلي الصبح يجم يجمع الظهر والعصر في وقت واحد ويجمع المغرب والعشاء في وقت واحد فيولي عنده ثلاث أوقات وقت لصلاة الصبح وقت لصلاته الظهر والعصر ووقت لصلاته المغرب والعشاء كذلك المسافر يشرع له أن يفتر في رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ربي سبحانه وتعالى خثف عن المسافر والأسف أن بعض الناس يسافر يترك الصلاة مع أن ربي سهل علينا كم ستأخذ منك الصلاة إذا سافرت ركعتين تصلي ركعتين تعالضهر وركعتين تعالعاصر في ربعة قايق وتصلي المغرب والعيشاء في ربعة قايق سبحان الله إذن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن هذا الموضوع الموضوع الهام الذي هم كل مسلم بعد أن ذكرنا تخفيف الله عز وجل عن المسافر أدخل في المقصود وهو صلاة المسافر قلنا المسافر يشرع له أن يقصر الصلاة ما معنى قصر الصلاة نسمع آية في القرآن الكريم فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ما معنى قصر الصلاة ذكرتها في أول حصة قصر الصلاة هو أن تصير الرباعية ثنائية الظهر والعاصر والعيشاء اللي كانوا ربع ركعات تصليهم ركعتين الفجر اللي هو صلاة الصبح يبقى ركعتين صلاة المغرب تبقى ركعتين إذن القصر ما يدخلش في صلاة الصبح ولا يشمل صلاة المغرب القصر في الصلاة الرباعية ما هو الدليل على مشروعية القصر الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب قرأت عليكم الآية القرآن الكريم فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة جمع جمع في عرفة بين الظهر والعصر والناس الذين راحوا الحج يعرفوا هذا الأمر لا زالوا إلى الآن يصلوا الظهر والعصر في وقت الظهر يصلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الظهر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصر وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة في مزدلفة صلى المغرب والعشاء المغرب 3 ركعات والعشارة ركعتين وهذا عليه إجماع الأمة ولله العمد طيب هنا سؤال ربي في القرآن الكريم قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا يعني ربي يخص لهم القصر في حالة الخوف وهذا أكثر ما كان يكون في السفر طيب في حال الأمن نحن ذوق الحمد لله نسافر ونكون في أمن نقصر الصلاة ولم نقصرش نعم نقصر الصلاة عمر رضي الله عنه جاء هذا الإشكال هو أفهم بل القصر في حالة الخوف أما في حالة الأمن لا تقصر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قد قد آمن الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته إذن تقصر إذا كنت مسافر سواء في حال الخوف أو في حال الأمن ما حكم القصر قصر الصلاة القصر سنة عند المالكية وعند الجمهور لكن اعلموا يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القصر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره صفر الجهاد صفر العمر والحج في كل أسفاره كان يقصر كان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين ما هي مدة القصر؟ مدة القصر أو قبل أن تترق إلى مدة القصر مسافة القصر مسافة القصر عند الجمهور ومنهم السادة المالكية ما يقارب 85 كيلومتر إذا سافرت سافر 85 كيلومتر هنا تقصر إذا سافرت سافرت 10 كيلومتر لا تقصر فالسفر هذه هي مسافته 85 كيلومتر كما فهم هذا العلماء من بعض الأحاديث بعض العلماء يقول هذا ما رده إلى العرف طيب إذا سافرت ما هو المكان الذي يبدأ فيه القصر؟ أك ماشي مثلا من وهران إلى الجزائر العاصمة 450 كيلومتر الله يبارك بالتقريب طيب من وهران؟ متى تبدأ القصر؟ بمجرد ما تفارق الديار انطلاق من وهران بمجرد ما تخرج من وهران تفارق الديار تع وهران يشرع لك أن تقصر واحد مثلا على سبيل المثال يعني انطلق من مدينة وهران على الساعة الواحدة إلا ربع بعد 20 كيلومتر دخل وقت الظهر الواحدة وخمس دقائق مشاغي 20 كيلومتر هل يقصر؟ نعم يقصر هو صير هناوي السفر رهناوي ماشي الجزائر العاصمة هو الآن 20 كيلومتر ره فارق الديار بمجرد ما يفارق العمران والديار تع وهران يقصر ولا زال يقصر يقصر وفي هذا هكذا في الرجوع في الرجوع له أن يقصر حتى يرى الديار طيب ما هي مدة القصر؟ واحد مسافر شعال يقصر؟ المسافر على أحوان واحد مسافر لا يدري متى يعود واحد ره مسافر لأجل مثلا أن عندها بعض الأوراق يخرجهم ولا مثلا عنده يعني أشغال لكن لا يدري متى ينتهي من هذه الأشغال فالذي يسافر وهو لا يدري متى يرجع ما رأيش عارف شعال متى يولي؟ ما دام ره مسافر يقصر كون يقعد عشرين يوم؟ كون يقعد ستة شهر؟ ما دام ره مسافر؟ وعندها أشغال وهذه الأشغال ما يكملهاش؟ ولا يدري متى تنتهي؟ فإنه يقصر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر قعد عشرين يوم في تابوك يقصر لأن الجهاد ما يعرف شو أنت يكمل كذلك ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر وهو يقصر فإذا سافرت ومع لبلك شو أنت تولي؟ فإنك تقصر ما دمت مسافر أما واحد مسافر ومسافر مدة معلومة راح يدير مثلا أسبوع أو أسبوعين مدة معلومة فإذا كان المدة التي سيمكتها أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر كما قال الفقهاء فإنه أكثر من أربعة أيام فإنه لا يقصر إذن هتان حالتان مسألة الآن أنت مسافر من مدينة وهران حللت في مدينة العاصمة إذا كنت مسافرين بغيت صلوا جماعة وكلكم مسافرين تقصرون الإمام مسافر والمأمومون مسافرون الإمام يقصر والمأمومون يتبعوا الإمام يقصرون أنت الآن مسافر تسكن في مدينة وهران دخلت المسجد العاصمة معروف أهل العاصمة يتمون وانترك مسافر ماذا تفعل؟ إذا صل المسافر وراء المقيم المسافر يتابع المقيم نسهلو لكم كي تكون أنت مأموم تبع الإمام تاعك فإذا كنت أنت مسافر وصليت واحد مقيم ما تصليش ركعتين تصلي معه أربع ركعات فإذا دخلت المسجد في الجزائر العاصمة وانت من أهل وهران ما تصليش ركعتين إذا صلى الإمام أربع ركعات صلي وراءه أربع ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به ولهذا ابن عمر رضي الله عنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين وإذا كان مأموما يصلي أربع قال تلك سنة أبي القاسم أي النبي صلى الله عليه وسلم العكس مقيم يصلي وراء مسافر وقبل أن نذكر هذه الحالة مقيم وراء مسافر انت دخلت المسجد انت ركع مسافر دخلت المسجد دخلت المسجد دخلت مسبوق فاتوك بركعات صليت مع الإمام ثلاث ركعات كل الإمام يسلم واش تدير؟ تنود تجيب ركعات تدير وحكرك مقيم إذا أحذرت مع الإمام ركعتين وفاتوك ركعتين صليت مع الإمام ركعتين متسلمش تقول أني مسافر لأنك تصلي وراء مقيم كي يسلم الإمام واش تدير؟ تنود تجيب ركعتين إذا حذرت ركعة واحدة فقط وفاتك ثلاث ركعات كي يسلم الإمام تجيب ثلاث ركعات لأنك انت رك تتابع الإمام والإمام مقيم وقد قال صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتم إذن إذا كنت انت مسافر وتصلي وراء مقيم تبعه العكس مقيم يصلي وراء مسافر الإمام ليقدم يصليه مسافر وانترك مقيم ودل بلاد الإمام غد يصلي ركعتين وسلم لأنه مسافر انت وش تدير هذا الإمام يصلي ركعتين هو وراء مسافر ويسلم بصوت منخفض ويقول لهم رأى عارف بالإمام وراء رأى كي الناس مقيمين إنا قوم صفر فأتموا صلاتكم رأى نحن قوم مسافرين انتم مليون رأكم وراءنا مقيمين كم نصلاة تعكم فإذا كنت مقيم وصليت وراء مسافر والمسافر سلم من ركعتين نوض وكمل جيب ركعة الثالثة إذا كان في المغرب وإذا كان في الظهر والعصر والعيشة كمل ركعة الثالثة والرابعة طيب أختم هذه الحلقة بأن أذكر بعض المسائل الطلاب الجامعيين لرهم يدرسوا في الجامعات ومسافرين جايين من أماكن مختلفة ماذا يفعلون؟ هؤلاء لا يقصرون الصلاة يكملوا لأنهم ناويين الإقامة أكثر من أربعة أيام الطلاب الجامعيين يصلوا كالمقيم يديروا حاكمة ودى البلاد يصلي الظهر باركعات العصر باركعات العيشة باركعات طيب مسافر كل يوم يسافر صاحب سائق أجرة سيارة أجرة ولا واحد عندها شاحنة كل يوم يسافر إذا كان مسافر يقصر الأحوط ألا يقصر لأن هذا في نظر الناس مراش مسافر وإن كان هو في الحقيقة رأي مسافر بصحة الناس بلهم مدام يسافر كل يوم يروح ربما يوميا يقطع مسافة 85 كم خمس مرات بلهمش مسافر فهذا الأحوط أن لا يقصر يصلي الظهر والعصر والعيشة أربع ركعات القصر لا يشترط فيه النية يعني يجب واحد مثلا يدخل الصلاة ويعني يصلي وراء إمام ولم ينوي القصر له ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة وهو ناوي القصر والصحابة معلبلهمش ثم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فالإمام مالك رحمه الله يقول القصر لا يشترط له النية نعم الأفضل أن تعقد النية للقصر إذن هذه ربما بعض المسائل التي تتعلق بصلاة المسافر وننصحكم كل واحد يسافر يكون عنده كتيب يتكلم على أحكام الصفر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة